اشتركوا في القناة البسيطة وتتلخص في ان انت تمتنع انك تكون او تقعد مدة طويلة في اماكن حرة او ساخنة بالنسبة للخصية النهاردة الجزء التاني كيف تزيد السائل المنوي بتناول اكلات ووجبات صحية اولا يعني اتباع اسلوب حياة صحي ولكن مع التركيز على بعض الوجبات او بعض الاطعمة المعروف عنها انها تزيد من السائل المنوي وهيكون فيه جزء التالت ان شاء الله كيف نزيد السائل المنوي باستخدام المكملات التي يعرف عنها انها بتحفز انتاج السائل المنوي وتزيد من حجمه نبتدي في موضوع النهاردة اول حاجة لازم تتبع اسلوب حياة صحي اللي انتو كلكم تعريبا عارفينه اللي بيشمل ثلاث حالات او حاجات الاكل الصحيح الصحي النوم الصحي الرياضة الصحية هنتكلم عن جزئية الاكل الصحي وهنركز على الاطعمة اللي معروفة عنها انها بتساعد على زيادة حجم السائل المنوي اشتركوا في القناة موسيقى الاكلات اليومية اللي احنا بناكلها ومعروف انها بتزود السائل المنوي حجمه او بتزود كمية الحيوان المنوي وبنعرف الاكلات دي ازاي اول حاجة بالتجربة عبر التاريخ الطويل وبعدين حديثا تم تحليل هذه الاطعمة وشافوا ايه العنصر اللي فيها اللي بيساعد على زيادة السائل المنوي وزيادة كمية الحيوانات المنوية من ضمن هذه المكونات الفوليك وده موجود في السبانخ لما يكون حمض الفوليك منخفض في جسمك ده بيؤدي الى انتاج حيوانات منوية مشوهة وضعيفة جدا وغير قادرة للوصول الى البويضة وايضا حجم السائل المنوي هيبقى اقل وده موجود زي ما قلتلكوا في السبانخ هو فيه انواع اخرى من الخضرار ذات الاوراق الخضراء الاطعمة اللي فيها الامينو اسد الحمض الاميني اللي اسمه الارجينين من امثلتها الشوكولاتة الدكنة بس طبعا الشوكولاتة بصفة عامة مش من الاكلات الصحية قوي فنقدر ناخدها بس بكميات مش كبيرة الاطعمة اللي فيها مضادات الاكسادة ومن امثلتها الطماطم فيها نسبة عالية من مضادات الاكسادة وخاصة المضاد الاكسادة اللي اسمه الليكوبين وده بيساعد على تحسين الحيوانات المنوية وزيادة السائل المنوي الاطعمة اللي فيها الدهنيات اللي اسمها اوميجا ثري ومن امثلتها عين الجمل الجوز وتقريبا كافة المكسرات وبس مش كده يعني هي فيها بالاضافة للاميجا ثري فيها برضو الحمض الاميني الارجينين الاطعمة اللي فيها مادة ريسفيراتول وهي ديت من مضادات الاكسادة بتساعد على انها تحافظ على درجة الحرارة مناسبة حوالين الخصية ومن امثلتها العنب وخاصة العنب الاحمر الموز من الامثلة الجيدة جدا في محتوياتها وفي اهميتها للجسم فالموز فيه فيتامين بي وخاصة بي سيكس وبي وان وفي ايضا فيتامين سي وفيتامين ا وايضا فيه انزيم نادر اسمه بروميلين وده ليه فعالية كبيرة اوي في تحسين الرقبة الجنسية في حد ذاتها والدافع الجنسي ومن بينها الجذر والجذر معروف بانه فيه مادة اسمها بيتا كاروتين وده نوع من انواع المضادات الاكسادة وزا ما شرحنا قبل كده مهمة لصحة الحيان المنوي وكمية السائل المنوي واخر حاجة في الامثلة بتاعتي التوم التوم طبعا مفيد جدا لأسباب كتيرة وهنا في موضوعنا مهم عشان فيه حاجة اسمها الاليسين وده عنصر مهم جدا في تنشيط الدورة الدموية بصفة عامة وبالتالي زيادة تدفق الدم الى الخصيطين وتحسين انتاج الحيوان المنوي بكده يبقى خلصنا الفيديو الجزء التاني وان شاء الله نشوفكو في الجزء التالت والاخير عن هذه المجموعة من كيفية زيادة الحيوان المنوي والسائل المنوي وهو الخطوة التالتة اللي بقيت الخطوة التالتة وهي استخدام مكملات بها مكونات معروف انها بتزود السائل لو انت عايز تزود حجم السائل المنوي باستخدام مكملات وعايز تعرف المكملات اللي انا برشحها ممكن تضرب على الرابط تحت هذا الفيديو اذا حبيت تتواصل معي فالموضوع سهل جدا تتواصل معي على الخاص اللتشات بتاعي اللي موجود على الموقع الموضوع سهل جدا مجرد ما تفتح الموقع على طول تلاقي الايكونة اللي موجودة تحت في الاسفل على اليمين تضغط عليها تفتح لك اللتشات وتقدر تبتدي اللتشات الموضوع سهل جدا